وللمزيد من تفاصيل حول تدعيات الصراع السياسي حول تشكيل حكومة الكاظمي قبل التصويت عليها في مجلس النواب ينضم إلينا عمر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي الدكتور هلال دوليمي أهلا بكم دكتور أهلا بكم دكتور هلال ما هي توقعاتكم لهذه تشكيلة التي ينتظر أن يتم تصويت عليها مساء اليوم في مجلس النواب بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم وللقناة الآخرين وللعاملين عليها نصل الله لنا ولكم العفو والعافية هناك عدة سينيارات يمكن أن تحدث عنها في هذا المجال أولا إذا أحسن الكاظمي الولاء لإيران فأن الكابين الوزارية له سوف تمر بسلام هذا الذي أعتقد أنه حاول أن يقوم به خلال الاستجابة لكل الشهوط التي أملتها عليه الكتل الموارية لإيران بشكل أساسي وهو الكتل ما تسمى بين هلالين الفاعلة وهي التي تتحكم بالمشهد العراقي عسكريا واقتصاديا وميليشيايا هي التي تصيدر على الميليشيات التي تستطيع أن تقرر ماذا يكون للشارع العراقي بقوة السلاح المدعوم إيراني هناك سيناريو آخر وهو ممكن أيضا أنه قد يكون ضمن الاتفاق ما بين الكتل بين هلالين الشيعية التي تسمى الشيعية جزافا هي أن لا يتم تمرير هذه التشكيلة ويتم الإبقاء على حكومة عادل عبد المهدي أطول فترة ممكنة لتصريف الأعمال وربما يتم القرار بتجارة حكومة الطوارئ نتيجة الفراغ الدستوري بناء على ما أشارت به فقرات الدستور العراقي هذا الأمر حقيقة يبدو له ملامح أقوى من تمرير الحكومة الأمر الآخر أنه هل تيرتزم البرلمان العراقي بالكفاق وهو برلمان مبني على الطرافية هذا الأمر أعتقد تلطي يتم الإجابة عليه في اجتماع مساء هذا اليوم هل هناك جديد للشارع العراقي؟ لا طبعا الأمر واضح جدا أن الشارع العراقي لا طفل لحكومة الكاظمي ابتداء ولن يعترف بها لأنه شروط لا تنطبق عليه نرجع إلى المثلث الذي طالبه الشعب العراقي وهو الحل ما هو الحل العراق في لقطة هذا؟ الحل هو الغاء العملية السياسية والحل البرلمان والأستعرورة إلى حكومة الخاد حقيقية في العراق وخاصة أن العراق مر في مرحلة اقتصادية صعبة جدا لأن خباب أسعار النفط العراق هو يعتمد على الاقتصادي وحادي كل ما في العراق دمر بقى فقط نبيع النفط لكي يسرقه ما تبقى من الباقي رواتب ورواتب المسؤولين نعم تحدثت عن الجديد الذي ستقدم هذه الحكومة في حال إعادة تدوير نفس الوجوه القديمة الموجودة سابقا وتغييب فئة التكنقراط من هذه الحكومة حكومة الكاظمي ما أهمية منهج المحاصصة الذي يساهم بشكل أو بآخر في تدهور الواقعين السياسي والاقتصادي للعراق لأن العملية السياسية هي أصلا ركبت أمريكيا على هذا الأساس ودعي لها دستورا أن تكون طائفية ومحاصصة بعيدة عن الولاء للعراق أساسا ما بني على هذا الأساس يبقى عليه لاحظي أن الدستور والبرلمان مبني على المحاصصة الطائفية مبني على هذه التفاهمات ما بين النصوص الذين أتت بهم الولايات المتحدة الأمريكية وبركتهم إيران للمصبح مشتركة ومشروع مشترك إذن لا يمكن الخروج من هذه البودقة إلا بحل الأساس لأنه الأساس فاشل فبالتالي الآن الكل يحتكمون إلى الكتل الكبيرة والأحزاب وممثلية الطائفة في العراق لا يوجد شيء اسمه تكنقراط بالأساس لا يوجد شيء اسمه تكنقراط والذين سبقوه بهذه الكتل ويحاول يخنعهم لك الوزارة الفنانية ولك الولي الوزارة الفنانية ونأخذ كذا وتغسره وما تفضل به تقريركم منذ البداية بأنه العملية ليست إنقاذ العراق أو تشكيل حكومة عراقية وإنما تكهب على المكاسب التي تأتي من هذا المنصب أو ذات فإذن آخر ما يفكرون به هو مصلحة المواطن العراقية والوطن العراقي أو العراق بلد بأنه أصلا الذي يديرهم هو الخارج أو كان أمريكيا أو إيراني يعني هذا المحورين يستطرعون على الساحة العراقية الآن أو هذا المشهد بكل وضوء دكتور حلال الخلافات مستمرة بين الكتلة السياسية على الحقائب الوزارية والمصادر أكدت بأن الكاظمي قدم طلب عقد جلسة مجلس النواب ومعها كل الحقائب الوزارية عاد النفط والخارجية كيف تفسر هذا الخلاف على هتين الحقيبتين بالذات؟ هذا ليس جديدا لأنه دائما الكشكيل الوزارية تعتمد على أكثر من وزارة في هذا الجانب كانت الوزارات التي تعلق بوزارة الداخلية والدفاع ولكن هذا يصبح واضحا بأنه ما الأهمية التي تشكلها وزارة النفط بالوقت الحاضر لمن ستقول ربما تكون عبئ على الجهة التي تقوم بها خاصة بالوقت الحاضر بعد تدهور أسعار النفط أعتقد أنه هذا الأمر سوف لن يمر لأنه سيبقى نقطة خلاف ما بين الكتل وأعتقد الأمر سيكون أسوأ من السابق لأنه الآن الوضع الاقتصادي رواتب الموضعين من أين؟ كيفية التحكم بالوضع الأمني داخل عراق لأنه العراق في ثورة قائمة رافضة لهذه الحكومة فأكثر من تحدي وأكثر من اتجاه يشير إلى أنه فشل هذه الحكومة عمليا قبل أن تولد شكرا جزيلا لكم الدكتور هلالة دوليمي الكاتب والباحث السياسي كنتم معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمال اشتركوا في القناة